اشتركوا في القناة وقضى الفريق امس جرعة تدريبية اخرى على ان يشهد ملعب المباراة مساء اليوم البروفا التدريبية الاخيرة وعبر المدير الفني لفريق الفيصل راتب العوضات عن رضاها التام على الجاهزية الفنية التي وصل اليها الفريق حتى الان وقد اطمأن لذلك من خلال المباراة الاخيرة في الدوري وقال ان الفريق اكمل استعداداته لمقاراعة مستضيفه القادسية الكويتي وفي الوقت ذاته ايضا اكد العوضات احترامه لقدرات القادسية الا ان الفيصل يصر على العودة بكامل نقاط المبراء الى عمان من اجل المنافسة على بطاقتين التأهل وعلى الجانب الاخر تابع فريق الوحدات التحضيرات لخوض اللقاء المنتظر امام ضيفه الهندي سلقى وكار التي ستقام عند الساعة السادسة مساء يوم الاربعاء المقبل ضمن المجموعة الرابعة على استاد الملك عبد الله الثاني وفي الوقت الذي يصعد فيه الوحدات من تحتراته اليومية وصل اليوم الى عمان الفريق الهندي الذي سيباشر تدريباته بجرعة تدريبية تقام اليوم على ملعب المباراة وكان لعب الوحدات ومنذ انتهاء مباراتهم الاخيرة مع المنشية في الدوري قد انخرطوا في تدريبات يومية بعد ان طلب المدير الفني اصير ببرانكو اقفال صفحة المنشية والالتفات لكأس الاتحاد الاسيوي للبدء برحلة قوية يتوجها باجتياز مواجهة ضيفه الهندي هذا ويركز برانكو في تدريباته على ترميم الصفوف في ظل غياب بعض الاوراق المتمثلة برأفة علي وباسم فتحي عن هذا اللقاء الاسيوي تقام اليوم قرعة بطولة غرب اسيا النسوية الثانية لخماسيات كرة القدم التي تستضيف العاصمة البحرينية المنامة منافساتها اعتبارا من اليوم وتأتي البطولة بمشاركة كل من الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين وقطر والعراق والبحرين الى جانب المنتخب الايراني حامل اللقب وسيتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين ستتنافس وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على ان يتأهل صاحباء المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي وكانت تدريبات المنتخب خلال الفترة الماضية قد شهدت روحا معنوية مرتفعة من قبل اللاعبات لتحقيق انجاز جديد يضاف الى سلسلة الاجازات التي حققتها كرة القدم النسوية وكان المنتخب قد حل في المركز الثاني في النسخة الاولى التي اقيمت في الاردن عام 2008 ويتطلع لتحقيق نتيجة افضل في هذه النسخة عادت طائرة الوحدات الى سكة الانتصارات بعد الفوز على العودة بنتيجة ثلاثة اشواط لواحد ضمن مباريات الدوري الاردني لكرة الطائرة وبالرغم من تقدم الوحدات بداية الشوط الاول الا ان العودة ادرك التعادل وتقدم بعد اداء جميل لنجومه لينهي الشوط الاول لصالحه بـ 25 نقطة لـ 19 نقطة وفي الثاني مارس الوحدات هجوما سريعا وضاغطا من مختلف محاور الشبكة وتقدم باداء مغاير حتى انهى الشوط لصالحه بـ 25 لـ 18 نقطة الشوط الثالث جاء مشابها لحد بعيد للثاني حين فرض الوحدات تقدمه منذ البداية وسط تراجع غريب للعودة وتواصل الحال في الشوط الاخير لينتهي اللقاء لصالح الوحدات وفي مباراة ثانية لم تدم البداية القوية التي استهل بها شباب الحسين احداث الشوط الاول طويلا حين استعاد وادي موسى حضوره القوي وانهى الشوط لصالحه بـ 25 نقطة لـ 21 نقطة وفي الشوط الثاني تحسنت العاب شباب الحسين وتقدم في اكثر من موقف حتى انهى الشوط بـ 25 نقطة لـ 17 نقطة وعد وادي موسى بقوة في الشوط الثالث ونظم عملياته الهجومية والدفاعية لينهي الشوط ويواصل حتى انهى اللقاء كاملا بواقع ثلاثة اشواط لشوط يغادر الى لبنان اليوم وفد المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة للمشاركة في الجولة الثانية لتصفيات غرب اسيا بمشاركة منتخبات ايران وسوريا واليمن ولبنان الى جانب الاردن وكان المنتخب الوطني قد خسر جميع المباريات التي خضها في الجولة الاولى من التصفيات وتعد مهمته صعبة لكنها ليست مستحيلة في نيل واحدة من البطاقات الثلاثة المؤهلة للنهائيات اسيا للناشئين هذا وحرص الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على رفع المؤشر الفني لللاعبين من خلال التركيز على المهارات الاساسية والعمل على زيادة النج الفكري لهم واضافة الى ذلك الاهتمام بعنصر اللياقة البدنية من خلال برنامج تدريبي مكثف سعيا للظهور بالشكل اللائق في هذه البطولة مشاهدين الى هنا وصلنا الى نهاية تايم اوت يمكنكم متابعتنا عبر الفيسبوك سلاس رويس بورتس ومرسلتنا على ايميل البرامج الرياضية اما الان فستكونوا على موعد مع الزميلة المتألقة ليلة السيد وحلقة جديدة من برنامج الاقتصاد اليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة